بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيك في قناة Layzy Programmers في الدرس اللي فات اتعلمنا ازاي نشغل التايمر أول ما اليوزر يدوس على الستارت بوتن وكان التايمر بيبتدي يشتغل ويعد بس بالملي سكند وقلنا دي واحدة صغيرة فاحنا في الدرس ده عايزين نعمل reformatting للتايمر تيكست فيو بحيث انه هو يتكتب فيه الدقائق والثواني عادي في الأول قبل ما نعمل reformatting للتايمر تيكست فيو عايز انظم الكود بتاعي شوية يعني مثلا الكود اللي احنا كتبناه جوة اللي سنر واللي هو بيشغل التايمر عايز افصل الكود ده كله في مثود لوحديه فياخد الكود ده control x او ادوس click mean وادوس refactor وبعدين ادوس function اللي قال اختصار بقى control alt m وخلي الاندرويد ستوديو تلقائيا يعمل لميثود الميثود دي انا هسميها start timer وهو مخليلي الميثود دي private مفيش مشكلة بعدين ادوس ok كده هو عمل لميثود جديدة ونقل فيها الكود اللي انا عايزه وفي نفس الوقت نادى على الميثود دي جوة ال start button listener كمان هطلع فوق كده وهعمل two variable هنا اول variable هسميه start time in milli in milli second يعني وده هيبقى رقم ثابت هيسوي 25 دقيقة اللي هي 25 في 60 عشان حولها لثانية في 1000 عشان حولها لميلي ثانية ايب وعمل variable كمان هسميه مثلا remaining time او الوقت المتبقي والوقت المتبقي ده هديله قيمة ابتدائية انه هو يساوي start time in milli لان في البداية خالص الوقت المتبقي بيبقى هو هو الوقت الكلي ايب بعدين هنزل فيه start timer وهاجي هنا في البرامتر اللي هو milli in future وهكتب هنا start time in milli طبعا هو هنا مديني error لو قفت على ال error ده هيقول لي ان البرامتر required parameter من نوع long لكن البرامتر اللي انت كتبته اللي هو start time in milli ده من نوع integer فانا هطلع فوق وحدد هنا ال data type فاكتب هنا long ونفس الكلام مع remaining time برضو هخليها long لو نزلت كده هلاقي ال error اختفى طيب بعد كده هاجي جوة on take method وخلي remaining time ال variable اللي انا عملته فوق يساوي time left هيديني error هنا لو قفت عليه بيقول لي ان remaining type ده انت عامله val والval ما ينفعش تغير قيمته فارجع فوق وخليه var فانا هخلي دي var لو نزلت تحت هلاقي ال error اختفى طيب انا لحد دلوقتي فعليا ما عملتش اي حاجة انا مجرد بس نظمت الكود بتاعي طيب تعالي نعمل run وحاول دايما بعد كل خطوة تعملها حتى لو مجرد ان انت يدوب بتنظم الكود بتاعك هاول تشغل التطبيق بعد كل خطوة عشان لو في خطأ ولا حاجة انت عملته تقدر تكتشفه بدري طيب لو دوسنا على ال start button هلاقي الوقت بيبتدي عدة تنازلي يعتبر كده احنا ما غيرناش اي حاجة في التطبيق طيب تعالي نيجي بقى جوة on take method وهامسح السطر ده وتعالي بقى نعمل method تبقى وظيفتها بس انها تعمل update لل timer text view فهنزل تحت كده واعمل private function واسميها مثلا update timer text وبعدين تعالي نشوف هنعمل ايه في الميثود دي اول حاجة نعايز اعمل variable للدقايق ال variable ده هيساوي ايه هيساوي الوقت المتبقي اللي هو remaining time طيب ال remaining time ده لو طلعنا فوق هلاي ان انا بدي له قيمة ابتدائية 25 ديئة بس طبعا بال milli second طيب ولما دوس على start button وال timer يشتغل تبتدي ال remaining time تساوي time lift اللي هو الوقت المتبقي يعني بعد ديئة remaining time هيب 24 ديئة بعد ديئة كمان هيب 23 ديئة وهكذا المهم ان انت زي ما انت عارف ان ال remaining time ده رقم كبير لانه بال milli second طيب انا عشان احوله بقى لدقيقة هقسم على 1000 يبقى انا كده حولت لثانية وبعدين هقسم الناتج ده على 60 عشان احول لدقيقة تمامي بقى انا كده ال variable ده مخزن عندي عدد الدقايق عايز اعمل variable كمان للثواني فهكتب هنا val second واخليه ساوي remaining time مقسوم على 1000 عشان احول لثانية وبعدين modulus 60 يعني ايه modulus 60 modulus ده اللي هو بقى الاسمة يعني انت بعد ما تقسم على ال 60 هيدك عدد الدقايق خلاص اتفقنا لو فيه بقى اسمة بقى هيبقى هو ده عدد الثواني طيب وبعدين هنزل اعمل بقى variable اسميه formatted time وهنا بقى هستخدم class string هستخدم method جوهل string اسمها format كنا استخدمنا قبل كده الميثو دي عشان نعمل format لرقم واحد لكن الميثو دي ممكن كمان تعمل لك format لرقمين اول برامتر في الميثو دي هو البتر يعني انت عايز المينت والسكن بيظهروا في شكل عامل ازاي طيب وثاني برامتر اللي هي المينت نفسها الرقم اللي هيتعمل له format يعني وتالت برامتر اللي هو السكن الرقم التاني اللي هيتعمل له format طيب احنا عايزين نعمل format للمينت والسكن على انهي better تعال نشوف هعمل علامة النسبة المقوية وبعدين 0 to d وبعدين نقطتين وبعد كده علامة النسبة المقوية برضو 0 to d يعني انا عايز رقمين للثواني ورقمين للدقايق وبينهم النقطة 10 دول طيب تعال نشوف كده update timer text method ايه وظيفتها اول حاجة انا عملت variable يخزيه للدقايق عملته ازاي ان انا جبت remaining time الوقت المتبقي انا عارف ان هو بالmillisecond فروحت اقسمته على 1000 يبقى انا حولته لثانية اقسمته على 60 يبقى انا حولته لدقيقة طيب بعد ما اقسمته على 60 لو فيه بقى اسمه يعني مثلا لو الناتج اللي طلع معايا 24 ونص يبقى معنى كده ان 24 دقيقة ونص ايه النص ده بقى؟ معنى نص دقيقة اللي هي 30 ثانية فالرقم ده النص ده بقى يتخزن في السكند وبعد كده استخدمت class string عشان اعمل فرمات بناء على الباترن او الصيغة دي للمينت وللسكند يعني انا كده الفرمات time variable دي مكتوب فيها الدايق والثواني بشكل مظبوط خلاص يبقى انا كده عايز بقى اكتب في الطائمر تيكست view الفرماتد time فهكتب هنا timer تيكست view dot set text وما بين القسين دول هكتب formatted time او احنا اختصارا بدل ما بنكتب set text ممكن اكتب text على طول يعني ممكن اشيل set text دي اكتب text كده يساوي formatted time طيب الميثود دي المفروض انها تتنفذ امتى؟ المفروض انها تتنفذ كل ثانية يعني المفروض انادي عليها جوة الانتج عشان كل ثانية يحصل update لل timer text فانا هاجي هنا كده وانادي عن الميثود دي اللي هي update timer text تعالى نعمل run يبقى انا كده لما اجدوس على ال start button هلاقي فعلا الوقت بـ 24 57 ثانية 56 ثانية 55 ثانية وهكذا بس هنا في مسافة بين النقطتين دول وال24 وعدد الثواني اللي هي المسافة دي انا كده هلغي المسافة دي مش عايزها طيب تعالى نعمل run ندوس start تمام كده الشكل مزبوط عملي الدقايق في خانتين ويستواني برضو في خانتين زي ما انا كاتب 2D وهنا 2D طيب احنا كده لو بصينا على ال on create method هلاقي ان ال on create method مختصرة جدا اول حاجة بعمل initialization لل views تاني حاجة ربطت ال start button بlistener جوة listener نداهت على مثود اسمها start timer والمثود اللي اسمها start timer بتعمل لي object من ال count down timer وجوة ال on take method بننادي على مثود اسمها update timer text المثود دي مسؤولة انها تعمل لي formatting للتايمر text view طيب كده انا ناقصني لما دوس على ال start button المفروض ال title text view ده بيتغير ويبقى مكتوب فيه keep going فانا هاجي هنا عند ال start button بعد ما اعمل start للتايمر هنزل كده وغير ال text اللي موجود في ال title text view فهكتب title text view dot text يساوي احنا لو تفتكر في اول درس خزينا كل الكلمات اللي احنا عايزينها في ملف ال string من ضمنها الكلمة دي اللي هي keep going وكان ال id بتاعها keep going طيب انت عارف ان ملف ال string ده موجود جوه ال resource يعني انت عندك جوه ال resource في ال values وجوها ملف ال string اللي احنا بنخزن فيه الكلمات اللي نستخدمها طيب انا هاجي هنا هكتب resource ال resource دي اختصار لميثود اسمها get resource والميثود دي بترجع ب object من resource اللي هو ده فانا هكتب هنا resource وبعد كده dot انت عايز ايه لل resource عايز تيكست ولا عايز color ولا عايز ايه بصضبط انا عايز تيكست فهستخدم ميثود جوه كلاس ال resource اسمها get تيكست جوه اللي جيت تيكست ميثود هكتب r dot string dot ال id بقى اللي هو كان keep going يبقى كل ده ال value بتاعته او القيمة بتاعته هو الكلمة اللي انا مخزنها هنا اللي هي keep going طيب تعالي نعمل run كده لما دوس على start button اولا التايتل ده هيتغير هيبقى keep going ثانيا التايمر هيشتغل ومعمول formatting او reformatting للتايمر text view في الدرس الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نشتغل على reset text view بحيث ان احنا لما ندوس على reset text view اولا التايمر ضيقف ثانيا يرجع تاني بقى ال 25 دقيقة يبقى كده وصلنا لنهية الدرس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشيري القناة اشوفك الدرس الجاي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة